بسم الله الرحمن الرحيم نتحدث في المال المختلط من الحلال والحرام وكانت آخر فقرة قرناها هي الفقرة التالية بإذا كان الحرام هو الأقل راح تمل أن لا يكون موجوداً في الحال لم يكن الأكل حراماً وإن تحقق وجوده في الحال كما في مسألة اشتباه الميت بالذكية فهذا مما لا أدري ما أقول فيه وهو من المتشابهات التي تتحير المفتي فيها لأنها مترددة بين مشابهة المحصور وغير المحصور والرضيعة إذا اشتبهت في قرية في عشر نسوة وجب الاجتناب وإن كان في عشرة ألاف لم يجب فبينهما أعداد لو سئلت عنها والكلام لزال إمام الغزاء رحمه الله قال لكنت لا أدري ما أقول فيها وبيننا في الأمس قضية الرضيع يعني أن الرجل وهو صغير وهو طفل يكون قد رضع مع طفلة أخرى من بيت آخر وتكون مجهولة بالنسبة له فإن كان في بلدة صغيرة لا أوجد فيها إلا عشر نسوة فيجب عليه اجتناب الزواج من هذه البلدة هكذا الفتوى أما إذا كان من مدينة كبيرة جدا هي عشرة ألاف من النسوة أو عشرة ألاف من النسوة أو عشرة ألاف حقيقة فلا يجب عليه الاجتناب ثم يضرب المثال التالي هنا لم نقرأ بالأمس ولقد توقف العلماء في مسائل يأوضح من هذا إذ سئل أحمد بن حنبا رحمة الله عليه عن رجل رمى صيدا يعني رماه بحديد رماه بسهم فوقع في ملك غيره بعد أن أصابه ووقع في ملك الغير أرض فلا فعندك أرض أو أرض مشاع فأصبط الضبية مثلا ثم وقعت في أرض الغير قال في السؤال أَيَكُونُ الصَّيْدُ لِلْرَامِي؟ أَوْ لِمَالِكِ الْأَرْضِ؟ أَيَكُونُ الصَّيْدُ لِلْرَامِي؟ أَوْ لِمَالِكِ الْأَرْضِ؟ فقال لا أدري وهو من هو الإمام أحمد فقال لا أدري فروجع فيه مرات فقال لا أدري وكثيرا من ذلك حكيناه عن السلف في كتاب العلم فليخطع المفتي طمعه عن درك الحكم في جميع الصور ولذلك على الناس أيضا أن يتقبلوا على الناس أن يتقبلوا عدم معرفة المفتي في مسألة من المسألة يعني مشكلة إذا خرج الإنسان على الشاشة وكل ما سؤل لديه جواب لديه جواب لعله ينطل إن شاء الله الحمد لله رب العالمين لكن لا بأسا يقول آتي بالجواب مثلا المرة القادمة بإذن عز وجل في الحلقة القادمة لا بأسا يقول لا أدري مثلا وعلى الناس ستتقبل من أطباء أيضا اجتهاداتهم في التشخيص يعني يجتهد الطبيب لأول مرة ويقول لك عد بعد ثلاثة أيام مثلا أنت قد تفكر يريد مني العودة من أجل أن يأخذ كشفية أخرى ويريد لك العودة حتى يتأكد من التشخيص من التشخيص ومن الدواء واضح؟ وبعضهم ما شاء الله يعني في المرة الأولى يحكم بظاهر المسألة على ما هي علي ثم تعود إليه فقل أبدا الآن هذه بحاجة إلى تخصصه وبحاجة إلى مستشفى إلى آخره ليس لأنه لا يعلم بل لأنه يعلم بل لأنه يعلم لكن الناس يعني عادة لا يعدلون لا مع الطبيب ولا مع المفتي في المواقع وقد سأل ابن المبارك صاحبه من البصر وقد سأل صاحب ابن المبارك ابن المبارك هاي معنا الكلام يعني المفعول به قدم في هذه الحالة وقد سأل ابن المبارك صاحبه من البصر عن معاملته قوما يعاملون الصراطين فقال إن لم يعاملوا سوء السلطان فلا تعاملهم وإن عاملوا السلطان وغيره فعملهم يكون المال خليطاً بمعنى هنا في هذه الحالة ومرة أخرى نقول كل المسائل مثل هذه تعتبر بسياقها تعتبر بسياقها التاريخي إلى آخر وهذا يدل على مسامحة في الأقل ويحتمل مسامحة في الأكثر أيضاً ويحتمل مسامحة في الأكثر أيضاً وبالجملة فلم ينقل عن صحابة أنهم كانوا يهجرون بالكلية معاملة القصاب والخباز والتاجر لتعطيها عقداً واحداً فاسداً أولع معاملته السلطان مرة وتقدير ذلك فيه بعد والمسألة مشكلة في نفسها فإن قيل فقد روي عن علي بن أبي طالب أنه رخص فيه وقال خذ ما يعطيك السلطان فإنما يعطيك من الحلال وما يأخذ من الحلال أكثر من الحرام وسول بن مسعود رضي الله عنه في ذلك فقال له السائل إن لي جاراً لا أعلمه إلا خبيثاً يدعونا يعني إلى طعام أو نحتاجه فنستسلفه فقال إذا دعاك فأجبه مرة ثانية الجار ما له صفته خبيث يعني فيه فساد قال يدعونا يعني إلى طعام أو نحتاجه فنستسلفه ديناً فقال إذا دعاك فأجبه وإذا احتجت فاستسلف فإن لك المهنة وعليه المأسم ألد لا يزوج عليك شيء وإذا كان هناك يعني تكون الذنوب على صاحبها يعني إذا كان من مصادره شيء من الحرام فعليه الذنب وأنت ليس عليك شيء وأفت سلمان رضي الله عنه بمثل هذا وقد علل عليه رضي الله عنه بالكثرة وعلل ابن مسعود بطريق الإشارة بأن عليه المأسم لأنه يعرفه ولك المهنة أي أنت لا تعرفه وروي أنه قال رجل ابن مسعود رضي الله عنه إن لي جارا يأكل الربا فيدعونا إلى طعامه أفنأتيه فقال نعم فقال نعم يعني هناك من يشدد وهناك من لا يرى بأسن يعني فلان عليه اسم المصدر إن كان حرام وأنت ليس عليك شيء في تلبية دعوة الطعام أنت حر حتى لو كان طعامه الأصل فيها إجابة الدعوة الأصل فيها إجابة التعوة لكن الناس تدعى في مثل هذه الأيام موسم قد تدعى لي عدة ولائم في نفس اليوم في نفس الساعة من بعض صلاة الجمعة وليمة فلان في عزري وليمة فلان في الرام وليمة فلان في رمالله أو في كفر عقب أين ستذهب وهل يعقل التذهب لهذا وهذا وهذاك وعندك المفهوم الواجب أكثر من واضح لا والله ما هذا أنا لا نقصد إنه إنه وما كهو حرام وما كهو حرام إحنا قلنا حتى لو حلال حتى لو حلال إن اعتذرت لك هذا الأصل فيها الإجابة ولكن اعتذرت إلا إذا كنت عارف هو لم يصنع هو لم يصنع لك طعام لم يصنع لك طعام وقال لك تفضل يعني أنت ما دخلت على الجار دخلت على الجار تتباحت في مسألة إيش إعادة ترتيب الحي والبنية التحتيف الحي ومخاطبة البلدية وكذا آخر في الأثناء تتحدث معاه كان قد طلب من يعني من أهله إيش أن يحضروا الطعام فحضروا الطعام فدخل أدخل الطعام السنة أن تلبي بل لو كنت صائما نافلة ممكن أن تأكله تعود ذلك يعني أن تصوم يوما بدل بدل يوم واضح يعني هو إيش تغلب أما الدعوة للمية وميتين وألف معروف يعني ما اعتذرت أنت أصلا إذا ما اعتذرت وما حضرت بجزء يعني ما بانت المسألة على كل حال أما ما روية نعم وروية ذلك علي بن مسعود رضي الله عنه برويات كثيرة مختلفة وأخذ الشفعي ومالك رضي الله عنهما جواهز الخلفاء والصلاطين مع العلم بأنه قد خالط ما لهم الحرام قلنا أما ما روية علي رضي الله عنه فقد اشتهر من ورعه ما يدل على خلاف ذلك فأنه كان يمتنع من مال بيت المال ولا أكل منه حتى إنه أمر ببيع سيفه نعم ولا يكون له إلا قميص واحد في وقت الغسب لا يجد غيره يعني يظل في البيت حتى يغسل القميص هذا الذي نقرأ ويعني يجب أن نتفكر في أحوالنا واضح يعني حينما نقرأ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو السيدة خديجة رضي عنها أنهم مر بهما شهران لم يتناولا فيها إلا الأسودين التامر والماء إلا منح لبن من بعض الصحابة الكرام يعني تفكر في هذا الخير العميم الذي لديه سبحان الله فلنوسع على قلع الفقراء ولنقول الحمد لله يا ربك الحمد لك الشكر هم عالية مع ضيق ذات اليد هم عالية مع ضيق ذات اليد ولا شكوى ولا شكوى سبحان الله ألم يخرج أبو بكر الصديق رضي الله عنه من الجوع من بيته ولم يخرج عمر في نفس الله رضي الله عنه سيدنا أبو بكر سيدنا عمر وخارج رسول الله عليه وسلم بنفس السبب يربط الحجر على بطنه من شدة الجوع والعلى اليوم هو عشراء على خلاف بين الناس في تحديد الوقت ولكن نسأل الله عز وجل أن يتقبل من الصائمين وأن يغفر لنا جميعا إن شاء الله قال وليس أنكر أن رخصته صريحا في الجواز وفعله محتمل للورع ولكنه إن صح فما للسلطان له حكم آخر فأنه بحكم كثرته يكاد يلتحق بما لا يحصر وسيأتي بيان ذلك وكذلك فعله الشفعي ومالك فبالله عنهما متعلق بما للسلطان وسيأتي حكمه وإنما كلامنا في أحد الخلق وأموالهم قريبة من الحص وأما قول ابن مسعود فقيل إنما نقله جواب التيمي وإنه ضعيف الحفظ والمشور عنهما يدل على توقف الشبهات إذ قال لا يقول أن أحدكم أخاف وأرجو فإن الحلل بين والحرام بين وبين ذلك أمور المشتبهات فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك وقال اجتنبوا الحكاكات فإن فيها الإسن مثل حواز حواز القلوب حزاز بإن قيل فلما قلتم إذا كان أكثر حراما لم يجز الأخ مع أن المأخوذ ليس فيه علامة تدل على تحريمها الخصوص واليد علامة يعني الملك أو اليد علامة على الملك ما هو موجود في اليد حتى أن من سرق مالا مثل هذا الرجل قطعت يده والكثرة توجب ظنا مرسا لا يتعلق بالعين فليكن كغالب الظن في طين الشوارع يعني لو سرق الإنسان هو دعا عند القاضي قال أنا سرق فعلا من عند فلان لكن ما له حرام هل يقبل القاضي بهذه الحجة لا هذه سرقة هذه سرقة والكثرة توجب ظنا مرسلا لا يتعلق بالعين فليكن كغالب الظن في طين الشوارع وغالب الظن في الإختلاط بغير محصور إذا كان أكثر هو الحرام ولا يجوز أن يستدل على هذا بعموم القول صلى الله عليه وسلم دعم ما يريبك إلى ما لا يريبك يعني حقيقة على أقل في بعض البلاد الأخرى اليوم في بعض البلاد يعني مثل أمريكا كان هناك ضجة منذ أول يوم للرئيس ترامب في الحكم ومن قبل ذلك الضجة حول أوراق الضريبية كل إنسان في أمريكا يجب أن يعبئ في نهاية السنة المالية هناك تاريخ معينة يعبئ للإسترجاع الضريبي فإن كان عليه دفع وإن كان له أخذ ولكن ترامب أخفى هذا الكلام نعود إلى الرأساء هناك معروف معاش الرئيس وقد يكون له مثل أوباما رئيس أمريكا قد يكون له كتاب له دخل من هذا الكتاب فماذا يفعل يدخل هذا أيضا في تعبئة الملف الضريبي المهم معروف الأموال عند فلان من من الناس وهذا أدعى يعني الأصل فيها يعني الأصل فيها الموظف الحكومي الكبير ما منقول عن موظف بريد وموظف رجل إطفائي الموظف الموظفون الكبار يعني الأصل فيها أن يكون هناك شفافية ويكون معروف لدى الناس تعالوا يا عم قبل أن يستلم الوزارة يقول أنا لدي في البنك كذا من الأموال وعند البيت الفلاني أو الشقة الفلانية أو بالإيجار بغض النظر يعني وأولادي أعمالهم كذا وإحنا وزوجتي أملاكة كذا كان لأملاكة هذا اللي موجود لأنه إذا طلع بعد يومين ثلاث أنه أصبح لديه خمس بيوت وأصبح لديه من الشقة كذا ومن عمارات كذا ومن السيارات كذا ومن الأموال في البنوك المصارف الخارجية في البلاد الفلانية طبعا أنت معاشك يعني حتى لو وصل معاشك مثلا ثلاثة آلاف دولار وكذا إلى آخر أو خمسة آلاف أو اللي هو حتى مع خمسة باثناشر شهر هاي ستين ألف فإذا كان هناك ملايين فجأة في بعض المصارف ولم ترث ولا يعرف لك إذن لابد من الشفافية وليعلم الموظف الكبير أن عين الناس عليه بدون الواصل صحولنا شفافية ريح حالك ريح ريح الناس من هذه القضية قلنا كل موظف كبير كل موظف كبير وكيل وزارة وزير ومدير عام موظف كبير يعني عامة الأصل فيها الشفافية بل بل مدعال الخير إن شاء الله فنلندا قد تكون أول دولة في العالم تتخلص من الأموال التي تمسك باليات أما تفكروا بيشتغلوا كل المسألة هذه ليه ليه الباص القطار الطائرة التذكرة الأثاث البيوت كل ما عندك البطاقة مثلا حيث ترى أن تتحرك الأموال تعرف صحيح قال بعضهم قال بعضهم أمس بالليلة أحدث من أحدثه أحد أفراد العائلة في قضية فنلندا والتخلص من الأوراق المالية وطبعا العملات المعدنية قال هذا خبر سيء للفقراء للذين بلا مأوى الذين عايشين على قارعة تيش الطريق هذا خبر سيء لأنه هذا ممكن تعطيهم تيش القرش والدينار والنصف الدينار والعشر قرؤ صحيح الله قلت له فنلندا تخلصت من قضية الذين بلا ماء والذين يعوشون على الطرقات سمعتوا اشتروا لكل واحد شق واضح ذهبت رئيس الوزراء يوم الأيام وجلست يوما جلست يوما على قارعة الطريق حتى تشعر بشعور هؤلاء الذين بلا بلا مأوى سيدنا عمر بن الخطاب ربو عنه يخاف أن تعثر بغلة بالعراق وكأنهم يطبقون شيئا لعنى البعض يفتقد هذا الخلق نعم وعلى أي موضع حمل هذا كان هذا في معناه وحمله على تنزيه صرف له عن ظاهره بغير قياس فإن تحريم هذا غير بعيد عن قياس العلامات والاستصحاب وللكثرة تأثير في تقيق الظن وكذا للحص وقد اجتمع حتى قال أبو حنيفة رضي الله عنه سمعتم الإمام الغزالية ترضى عن إمام أبي حنيفة هكذا يجب هذا سمت العلماء هذا سمت العلماء يذكر عالما آخر قال رضي الله عنه يقول رحمه الله يقول كلاما فيه خير وإن كان يرد على بعض المسائل فليرد بعد هذا الأدب بعد هذا الأدب لو كان عنده اختلاف فليكن بل يكن في إطار من الأدب قال حتى قال أبو حنيفة رضي الله عنه لا يجتهد في الأواني إلا إذا كان الطاهر هو الأكثر فاشترس اجتماعا للصحاب والاجتهاد بالعلامة وقوة الكثرة لا يجتهد في الأواني حيث ما ظنت أن بعض الأواني ليست طاهرة والطاهر من الكثرة والطاهر هو الكثرة ومن قال يأخذ أي آنية أراد من غير اجتهاد بناء على مجرد الصحاب فجوز الشرب أيضا فيلزمه التجويز هاهنا بمجرد علامة اليد ولا يجي ذلك في بول اشتبه بماء إذ لست صحاب فيه ولا نطرده اضطراضا يعني أيضا في ميتة اشتبهت بذكية إذ لست صحاب في الميتة إذ اليد لا تدل على أنها غير ميتة وتدل في الطعام المباح على أنه ملك فها هنا أربع متعلقات استصحاب وقلة في المخلوط أو كثرة وانحصار أو اتساع في المخلوط به وعلامة خاصة في عين الشيء يتعلق بها الاجتهاد فمن يغفل عن مجموع الأربع ربما يغلط فيشبه بعض المسائل بما لا يشبه فحصل مما ذكرنا أن المختلط في ملك شخص واحد إما أن يكون الحرام أكثره أو أقله وكل واحد إما أن يعلم بيقين أو بظن عن علامة أو توحم والسؤال يجب في موضعين وأن يكون الحرام أكثر يقينا أو ظن كما لو رأى تركيا مجهولا يحتمل أن يكون كل ماله من غنيمة وأن يكون ماله من غير غنيمة يرتخصه وإن كان الأقل معلوبا باليقين قلنا حينما يذكر تذكر الخلفية فيما نسميه اليوم الخلفية الإثنية تقولون عرب وتقولون مالويون وتقولون أتراك وتقولون إذا ذكرت فلينظر إلى أن الكلام في سياقه التاريخي واضح وليحترز عن التعميم وليحترز عن التعميم يعني مثل ذلك الذي وأصبح مثلا ثلاث قراية ثلاث قرى ما فيه نهبت ريح يعني لا يجب فيها ضيافة في الغرباء سلوان والطور والعزرية أما أهل أبوديس فالصبابين السمن على الإيطالية يعني فيه تحلية من بعد الطعام وأنا من سلوان فيجوز لي أني أذكر المسألة لكن في نفس الوقت أذكر شخص واحد مر بثلاث قرى يومها ما فيه ولا أيمه ما فيه لما أوصل أبوديس يبدو فيه وليمه وأطعمه سلوان والطور العزرية فهو عمم عمم سوت صفحة ثلاث قرى يقول مدى التاريخ يعني أو حينما قالوا في المثل جاي بيع السلق على أهل سلوان لم يعد هناك زراعة للسلق ولكن المثل يظل قائما مكان السلق هذا هو بالضبط البستان وكل قصة الهدم كل قصة الهدم هي في المكان الذي يزرع فيه كان يزرع فيه السلق وغير السلق شجر الديفور وغير ذلك وللعلم واحد فرصة أنه ينبه أستاذان من أسادة أسادة علم الآثار في جامعة التلابية من اليهود الإسرائيليين قال بأن حديقة الملك هذه التوراتية موجودة جنوب غرب القدس تعرفوا عن حديقة الجرس ينبه قال لك ماشي باتجاه الواد هناك لفتا الشمال غرب متحدث جنوب غرب يعني في طريق الطريق إلى المالحة الطريق إلى المالحة قال الحديقة هناك ما لها علاقة ما لها علاقة بالبلد القديم ومحيط البلد القديم واضح والخبر لا زال موجود على الإنترنت لكن بلغة الإنجليزية يعني هذه الحديقة التي يقوم بالهدم من أجلها لم تكن هناك يعني يتم تغيير يتم تغيير الجغرافيا يتم تغيير التضاريس يتم تغيير التاريخ المشهد والأصل فيها حتى لو كانت بيد الفلسطينيين إن شاء الله تكون الأصل فيها العمارات العالية في القدس هذه لا يعني في محيط القدس المنظور يجب لا يكون هناك عمارات شاهقة احتراما لي مش قبس البعد الديني يعني مثلا مدينة واشنطن دي سي العاصمة في أمريكا لا يسمح فيها للأبنية العالية على بناء فيها مبنى الكابيتول الكونغرس ولا يسمح بالعمارات العالية لها الطواز معين والتليفريك هذا كهرباء هذا أشبه أشبه بدزني دزني لان ولا يجوز مثل هذا في مثل هذه المدينة عمرها آلاف السنين ولها طابع معين ولها طابع معين إذا الأفق تغير شمالا وتغير غربا وأيضا جنوبا تغير الوفق إذن قلنا يبتعد عن التعميم في مزي هذه الحالة وإن كان الأقل معلوبا باليقين فهو محل التوقف وتكاد تشير سير وأكثر السلف وضرورة أحوال إلى الميل إلى الرخصة وأما الأقسام الثلاثة الباقية فالسأل فيها غير واجب أصلا مسألة لازال وقت هناك دقيقتان أو ثلاث والمسألة هذه فقرة واحدة قصيرة قال في من علم وجود حرام في يد ثم جهل هل بقي منه شيء أم لا ذكرت من قبل بصيغة أخرى إذا حضر طعام إنسان علم أنه دخل في يدي حرام من إدرار كان قد أخذه أو من وجه آخر ولا أدري أنه بقي أم لا ذاك الحرام فلاه الأكل ولا يلزمه التفتيش وإنما التفتيش فيه من الوراء ولا عالم أنه قد بقي منه شيء ولكن ولكن من يدري أنه الأكثر من الأقل فلاه يأخذ بأنه الأقل وقد سبق أن أمر الأقل مشكل وهذا يقرب منه خلان عرفت أنه وصلته مثلا أنه عندك لا يجوز له أن يأخذ ذاك المال عندك أنه حرام أو هو حرام ولا تعلم من بقي منه ليس في يوم وليلة بعد سنة زمان سنة من الزمن كان هناك وليمة لعرس ابن الرجل ولا تدري أنه بقي من ذلك المال حرام شيء أم لا فليس مطلوبا منك التفتيش إذا بقي منه أم لا الله أكبر الله أكبر سبحانك الله وحمدك نشهد أنت سأخرك ونحن سنة المحض